اليوم هذا الدور بأهل للدور اللي هو الدور الثالث أو الدور الحاسم اللي احنا منطمح أن نكون متواجدين فيه لأنه طريقة توزيع المقاعد رح يكون سهل جداً للوصول لكأساسه ويمكن رح نتحدث مع ضيوفي عن هذا الموضوع حسابات التأهل من اليوم كيف؟ في حال الفوز حسابات التأهل للنشامة في حال الفوز على طاجكستان اليوم اتأهلنا مباشرة يعني دون النظر لمباراتنا القادمة مع السعودية دون النظر للقاء المنتخب الطاجكي والمنتخب الباكستاني هذا بالنسبة إذا فوزنا اليوم إن شاء الله رح يكون الفوز حليف المنتخب الوطني طيب حسابات التأهل إذا تعادلنا اليوم إذا تعادلنا اليوم مع طاجكستان شو رح يصير؟ بدنا نستنى للجولة الثانية والجولة الثانية رح يجب إنه نفوز مشان نتأهل إذا تعادلنا اليوم لازم نفوز على المنتخب السعودي دون النظر لمبارات طاجكستان مع الباكستان ليه؟ لأنه السعودية عشر نقاط الأردن سبع نقاط طاجكستان خمس نقاط والباكستان دون أي نقاط وبالتالي تعادلنا اليوم إذا فوزنا على السعودية رح نتأهل مباشرة طيب إذا ما تعادلنا يعني كمان عدم أو خسارة طاجكستان من الباكستان المباراة الجاي برضو بتأهلنا مباشرة إلى الدور الحاسب برضو إذا ما فوزنا على السعودية طيب إذا تعادلنا مع السعودية بنتأهل إذا فاز طاجكستان على الباكستان يتم اللجوء لفارق الأهداف ثم الهجوم الأقوى ثم المواجهة يعني إذا تعادلنا إحنا مع السعودية وطاجكستان فازوا على الباكستان بده يتم اللجوء اللي يفارق الأهداف والمواجهات طيب جميل جدا طيب حسابات التأهل إذا خسرنا اليوم لا صلح الله بدنا نفوز على السعودية واحد وطاجكستان تخسر مع الباكستان يعني الباكستان على أرضها وجمهورهم ولعبهم يعني بدهم كيف يعني بدنا نستنى يفوز الباكستان على طاجكستان في طاجكستان فبتكون صعبة جداً يجب أن نفوز على السعودية ويزيب تخسر طاجكستان مع الباكستان طيب غيره نتعادل مع السعودية وخسارة طاجكستان مع الباكستان وهيك بيكون اللجوء لفارق يعني بصراحة جماعة الخير الفوز لا بديل عن الفوز خلينا نسكر هالوول كله نطبق هاللي حكيت وهذا كله ترجمة نانسي قنقر